ومن أسمائه تعالى العفو وهو عز وجل يحب العفو وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول حين سألته ماذا تقول إن وافقت ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الحديث إلى صحيح قال تحب العفو يعني أن تعفو عن العباد أو أن يعفو عن العباد وأن يعفو العباد بعضهم عن بعض et ça c'est la ثمرة الله سبحانه وتعالى c'est العفو et le sens c'est qu'Allah سبحانه وتعالى il pardonne il pardonne les manquements les manquements dans les obligations et il pardonne qu'à ذلك les péchés c'est le sens de العفو et de العفور et s'ils sont cités seuls فالله العفو il pardonne tout et العفور il pardonne tout هنا il a cité une autre معنى قال يعني أن تعفو عن العباد أي Allah سبحانه وتعالى il pardonne à qui il veut قال وأن يعفو العباد بعضهم عن بعض أي est-ce que ça englobe les deux قال أشهر العفو قال أشهر العفو قال أشهر العفو كلا الأمرين جميعا فهو يحب أن يعفو عن عبده ويحب من العبد أن يعفو عن إخوانه فالله سبحانه وتعالى يحب العفو لما ذلك أنه سبحانه وتعالى et il fait التوبة avec les conditions الله سبحانه وتعالى ويحب ذلك et يعفو عن هذا donc ça c'est une bouchra عظيم أن العبد لا يقنط من رحمة الله il désespère jamais كذلك قال ويحب من العبد أن يعفو عن إخوانه et كذلك الله سبحانه وتعالى يلم لأنه يحب العفو إنك عفو ça c'est l'إذم الله سبحانه وتعالى تحب العفو الله يلم العفو et من معاني هذه الجملة أن الله يلم quand العبد يعفو عن أخي أي quand le muslim il pardonne à son frère هذا c'est quelque chose de عظيم إسمين ثمرت هذا الإذم et là شكرا لأن الإخوانه يلم العفو on aime tous et on espère tous qu'Allah ينسى الله ينسى الله et qu'il nous efface nos péchés et qu'il nous pardonne nos manquements et كذلك on aime quand on a fait une faute avec un autre avec un frère qui nous pardonne الإنسان il est مجبول على هذا فتراتوه على هذا فأنتا كذلك quand ton frère il a fait quelque chose فأنتا قال الشيء بن عزيمين رحمه الله قال الله تعالى وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَتَأَمَّلْ هذه الأوصاف que Allah l'aime في العباد وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا نعم et si tu pardonnes tu tournes vite la page ton frère il a fait une chose الحمد لله خاصة سيدهم au pardon وَعْضَ النَّاس عِيَدًا بِاللَّهِ ils ont شيء من القصوى في قلوبهم اخوهم يفَيْنَرَرُ يَرَكُونَ 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 لَا لَا أَفُوا وَلَا سَفْحُوا السَّفْحُوا 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 c'est le fait de tourner la page d'oublier خاصة سيدهم يتَعْفُوا في الحقيقة même s'ils تَعْفُوا وَإِنْ تَعْفُوا وَتَعْفُوا يَرَكُونَ 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 سِي أَرَبِينَ حَمْدًا يَرَكُونَ لَا قَاتُقَامَ وتَعْفُّوا مثلًا كَتَكَ سُمُقْتَ يَرَكُونَ يَعْفُوا حَمْدًا و النافس والأمارة والسوء والشيطان ele نو لاسألها لكن لن نجس المساعدة لن نجس القidel اللهم اينك عفوون تحبب العفو نuppارغب هذا فقط في رمضان خاصة لديو درنير نوي او نجس هاية و نجس المساعدة للقيم ليلى تلقادر من الأذكار والمشروع سيهد الدكت يرغبت هذا اللهم اينك عفوون تحبب العفو ثم 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 هنا في حق المخلوق تأمل قولوه عز وجل ان تأفو عن سوء الله سبحانه و تعالى يحب هذا الله سبحانه و تعالى شكرار lleز وатив أي يأفو أي لا المقدرة أي لا لاكافا سيتون لكن ي entre ونحن天CK ون któr يكون ما سير يا شب datasets قليلا يستحى إن كان جعل يكون إنها ليست خلاله نعفو عنه كل هذا نحن لأنه تقول وشبه مع القدرة هو الذي يمده وشبه مع العج وهو نقص صحيح وشبه مع نقص لأن الإنسان يقدر عياد بإله وإنه لست منتخل ربما يكرر هذا الإنسان لكن يشبه لأنه 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 من نقص لأنه يشبه لله إلا حسن أنه يستطيع لك مثلا فهو يمكن أن يفعله أنه يمكن أن يفعله ربما أكثر ولكن يعتق الله ويعفو عنه فهو يمكن أن يفعله هذا يمتلك صفة طيبة محمودة في حق هذا البشر قال إذن العفو هو التجاوز عن السيئات العباد كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات هذا كلام جميل في هذا الكتاب الشرح المفيد الشرح النونية نكتفي بهذا وفي المنزل سنقوم بعمل من الغفار و الغفور إن شاء الله